عفريت القرآن إله القرآن عفريت أونوناكي الأونوناكي هم صنعة القرآن هم صناع مهرة من صناع الدهاء بسيكلوجية لف الكلمة لغاية واضحة جدا جدا وهي السيطرة على الإنسان وتحديده نقرأ صورة محمدية نكتبها لأنها تمثل فضح هذا العفريت الذي ماسك الشعوب من سيكلوجية الكلمة والذي انكشف الآن والناس وبالملايين في الشرق كشفت ألاعبه وحان هروبه لأنه خائف ومحاصر وهو يستعد إلى الهروب الأبدي من الأرض كلها صورة محمدية واذكر في الكتاب عبدتنا محمدية إنا رسلناها كرسولة لتنظر قومها وإذا قالت لقومها يا قومي أنا رسولة ربكم فاتبعوني أنا لكم نذيرة اعبدوا الإله الواحد الذي يهديكم إلى الصراط المستقيم فنفر منها قومها وقالوا لها يا محمدية أنت يتيت بالبهتان الكبير فربنا لا يرسل رسولة فرجعت إلى ربها شاكية قومها فقال لها ربها يا محمدية ألا تعرفي إني خلقت السماوات والأرض في سبعة أيام وأنا على كل شيء قدير اذهبي إلى العراق ففيها قوم صالحون وانكحي ما طاب لك من الرجال مثنى وثلاث ورباع وخماس وسداس وسباع وما ملكت يمينك هذا وعد ربك إنه لا يخلف الميعاد وهو سيرثك الأرض من بعدها واذنرسل رسولات مؤمنات ليبينن الحق من الباطل إنهن العابدات الصالحات المؤمنات لكن أغلب الناس تراهم لا يؤمنون إله القرآن عفريت الذي يتبعه والذي يؤمن به هذا يتبع عفريت لأنه إله ممثل عالي السيكولوجية بلف الكلمة لماذا أغلب القرآن ذكوري جداً؟ ألم تفكر المرأة بهذا جيداً؟ المرأة لا تعرف أنها تتبع إله ذكوري؟ هذا الإله الذكوري في حقيقته ليس إلهاً حقيقياً هو عفريت من عفارة الأونوناكي صانعين بدهاء سيكولوجية نفسية فكرية بغاية السيطرة على البشر وتحديده يضعون البشر بسجن نفسي كبير اسمه القرآن كلما تتمعن في هذا القرآن تجد أنه مبني على سيكولوجية الكلمة التخويفية ولف الكلام غايته السيطرة غايته بناء وعي محدود وعن طريق هذه الكلمة تجدهم بنوا إمبراطورية إسلامية زائفة قاموا باحتلال دول برية العراق ومصر والأمازيغ خربوها بحجة أن هذا العفريت القرآني من الله وهؤلاء الناس هم كفار بنوا على هذه الأراضي دراسات إسلامية وزهريات وشيعيات وجامعات وفقه وتكتشف أن كل هذه البنات الزائفة مدعومة مالياً من المجتمعات السرية الخاضعة إلى الأونوناكي غايتها التقسيم وتهديد البشر في حقيقة الأمر كلما تتمع جيداً بالكلام القرآني تكتشف أنه مبني على كلمات زائفة بغاية واحدة ومخطط واضح وهو لتحديد الإنسان تكثيره وتصغيره ووضعه في درجة المذنب أو بشرط اتباع هذا العفريت الإله القرآني وممكن وحتى إذا تتبعه فممكن تنجو أو لا تنجو كله مبني على الفبركات في لف الكلمة تجده مليء بهذه الكلمات ألم تروا واذكر في الكتاب وذكر أقول ألم تروا ماذا؟ ألم تروا وتحتل العراق بالسيف؟ ألم تروا وتستبيع عراض الناس يا عفريت؟ ألم تروا وتأخذ ورث المرأة وتعطيه إلى رجل بضعفين يا عفريت؟ ألم تروا ماذا؟ أين عدلك يا عفريت؟ لكن أنت عفريت انكشفته وحان الآن هروبك هروب أبدي من الشرق الأوسط ولا أعرف من الذي يستقبلك وفي أي دولة سوف تجد مأوى نقرأ صورة محمدية مرة أخرى نكتبها لأنها تمثل فضح هذا العفريت الذي ماسك الشعوب من سيكلوجية الكلمة وبعدها هناك تسجيل آخر نناقش فابرك أخرى كلمة وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم هذه أيضا سيكلوجية أخرى وفن آخر في السيطرة على الإنسان نوضحها أيضا صورة محمدية واذكر في الكتاب عبدتنا محمدية أن أرسلناك رسولة لتنظر قومها وإذا قالت لقومها يا قومي أنا رسولة ربكم فاتبعوني أنا لكم نذيرة أعبدوا الإله الواحد الذي يهديكم إلى الصراط المستقيم فنفر منها قومها وقالوا لها يا محمدية أنت أتيت بالبهتان الكبير فربنا لا يرسل رسولة فرجعت إلى ربها شاكية قومها فقال لها ربها يا محمدية ألا تعرفي إني خلقت السماوات والأرض في سبعة أيام وأنا على كل شيء قدير اذهبي إلى العراق ففيها قوم صالحون وإنكحي ما طاب لك من الرجال مثنى وثلاثة ورباع وخماس وسداس وسباع وما ملكت يمينك هذا وعد ربك إنه لا يخلف الميعاد وهو سيرثك الأرض من بعدها وإذ نرسل رسولات مؤمنات يبينن الحق من الباطل إنهن العابدات الصالحات المؤمنات لكن أغلب الناس تراهم لا يؤمنون صدق الله العظيم مظار القرآن أكثر من فوائده السبب لأنهم أزالوا الحقائق وضعوا وضعوا الخدعة والخدعة على أساس أن هذه القرى البريئة سدوم وعمورة أن الإله دمرها لأنها خالفة تعاليم الإله هذا مش صحيح حتى لو نعتبر إنها خالفت دعونا نفترض هكذا حتى لو خالفت لو كان هذا إله رحيم ما يعمل يعني الإله الرحيم الإله الطيب الإله الجميل الإله الحقيقي الخالق ما يعمل ويغضب ويقوم بتدمير ماذا؟ تدمير قرى ما يعمله إلا إذا كان هناك فائدة سياسية من هذا الأمر نعم فائدة سياسية فهذه القرى الحقيقة ماذا حدث ونحن وضحنا هذا في حلقة سابقة نلاقي حدث إن الأوناناكي حكموا سومر وحكموا الشرق الأوسط الناس تعبت كثيرا جدا تعبت من حكم الأوناناكي لأن الأوناناكي وضعوا قوانين استعبادية جدا فثارت هذه القرى ضد حكم الأوناناكي ولهذا الأوناناكي قاموا بإزالة هذه القرى وبالسلاح النووي وغيروها أتوا بالقرآن وقالوا إنه هذه القرى خالفت الرب وصدقت الشعوب واعتقدت الشعوب على أساس إن الإله قام بعقاب هذه القرآن الإله لا يعاقب ومثل هيكي عقاب أي إله هذا هيكي يعاقب وبالتالي هم الذين وضعوا وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون طيب ومن المتكلم يعني الشخص الذي أرسل لنا هذا التعليق نسأله نقول هو من الذي يتكلم في القرآن الشخص تجاوزه المتكلم الشخص اعتقد أنه هو هذا الرب الحقيقي هو ليس الرب الحقيقي لاحظة أي شخص يستطيع أن يعمل جرائم ويقول وما ظلمناهم هم السبب يعني حتى الإنسان العادي يستطيع أن يعمل جرائم ويقول لك ما ظلمناهم هم أنفسهم يظلمون هم أنفسهم يظلمون هذه سوف تستخدم حجة تطبق يعني في كل مكان الشخص يظلم يظلم ويقول لك مش أن السبب هم ظلموا أنفسهم الآن نأتي هذا جزء من جوابي لهذا الشخص الجواب الثاني ما معنى النفس أنفسهم أساسا هو النفس هي الرب فالله ما يظلم الله يعني أنفسهم عندما يقول وما ظلمناهم لكن كانوا أنفسهم يظلمون أنفسهم هي الرب أساسا فالرب يظلم الرب فهذه هي السيكلولوجيا بتاعتهم يا شباب يستخدمون هذه الفنون